اشتركوا في القناة ولمسافة الستة كيلو مترات نتابع البداية وارى اللي قادت المجموعة في هذه اللحظات ارهني مهابة احمد بسعيب بن منانا من يقدم مهابة ولكن من الجانب الاخر ارى انطلاقة الظفرة محمد بن محمد بن زايد المنصوري من يقدم تحديات الظفرة تليها مع المركز الثاني ارهني شواهين بشعار علي بن ربيع بن صالح الجابر المري من يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع هذه الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط ومع المركز الرابع المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات للشادن عبيد بن محمد بن زويب العامري متابعا لانطلاقة الشادن مع المركز الرابع ومع المركز الخامس المركز الخامس ارهني من حافة عبدالله بن خلفان بن بخيت المزروعي بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس بارة الشاهنية تتقدم مع المركز السادس لمحمد بن محمد بن غنام الهاملي ولكن من الجانب الاخر من الجانب الاخر نتابع الرباعة لثاني بن عبيد بسعي بن شديدة الفلاصي يقدم تحديات الرباعة مع الاسامي المتقدمة بهذا الاداء الجميل وارى القدوم ايضا التسلل مع المركز السابع انطلاقة الصائلة لمسر بن سالم بالعرطي الحميري ومع المركز الثامن انطلاقة ايضا الشاهنية محمد بن غنام الهاملي من الجانب الاخر القدوم من جمايل لمحمد بن حمد بن فطيس المري متابع الانطلاق الجمايل مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات مشاهدين متابعين الكرام رهني الشاهنية لعلي بن خليفة بن عبدالله الرميثي يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ندانا الاول للعشر الاسامي المتقدمة والمندفعة بناموسي هذا الشوت ولكن بلعود مع الصدارة نتابع البداية مقدمة هذا الشوت وأرى التحديات وأرى الضفرة اللي قادت المجموعة بهذا الانطلاق المثير محمد بن محمد بن زايد المنصوري متابعا منطلقا بهذا الاندفاع الجميل ولكن شواهين مع المركز الثاني شواهين نعلي بن ربيع بن صالح الجابر المري ومع المركز الثالث المركز الثالث رهني مهابة بالشعار حمدان بالشعار أحمد بن سعيد بن منان من ينطلق بهذا الاندفاع الجميل حمدان بن أحمد بن سعيد بن منان من يتابع انطلاقة وتحديات مهابة مع الكوكبة الثلاثية مع الانطلاق الثلاثي على مقدمة هذا الشوت ومع المركز الرابع المركز الرابع وصلت الشهاد مع المركز الرابع عبيد بن محمد بن ذويب العامري ولكن القدوم القدوم من جمائل محمد بن حمد بن فطيس المري من يتابع جمائل مع المركز الخامس ومع المركز السادس رهني من حاف عبد الله أيضا بخلفان بن بخية المزروحي متابعا لهذا الانطلاق على بستوى المركز السادس المركز السابع رهني الصائلة مسهري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع من يتابع الصائلة ومن الجانب الآخر مع المركز السابع الرباع ذاني بن عبيد بسعيب الجديدة الفلاسي منطلقا مندفعا أيضا بتحديات الرباع مع المركز الثامن بهذا الانطلاق المثير نكتفي بهذا القدر ومنعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة وأرهناك أيضا اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط مهابة مهابة اللي قادت المجموعة من تنطلق بهذا الاندفاع المثير بهذا الشعار شعار المتحدي لمن ينطلق على المقدمة بهذا الانطلاق الجميل وحمدان بن أحمد بن سعيب بن منانا من يتابع من يتابع مهابة من تقود هذه الجموعي ولكن أرى من الجانب الآخر الضفرة محمد بن محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثاني المركز الثالث وصلت أيضا شواهين لعلي بن ربيع بن صالح الجابر المري وأرى تقدم لجمايل محمد بن حمد بن فطيس المري من يقدم جمايل من بدت تنطلق على مستوى المركز الرابع مع التحديات الجميلة مع الانطلاقات الرائعة في هذا الصباح الجميل بهذا الاندفاع المتميز التحديات الجميلة والإثارة القادمة مع المركز الخامس أرى هني الشادن تتسلل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير الشادن بالأرض المتميز عبيد بن محمد بن ذويب العامري من يقدم من يقدم الشادن من ينطلق أيضا بالتحديات الشادن بهذا الانطلاق الجميل والراية صدارة هذا الشوط ومهابة تسيطر تسيطر على المقدمة ولكن أرى أرى جمايل أيضا في الضغط المستمر على مقدمة هذا الشوط مهابة بشعار حمدان بن أحمد بن سعي بن منانة المركز الثاني وصلت جمايل محمد بن حمد بنفطيس المري من قدم الشرقية في صباحي هذا اليوم يقدم جمايل بهذا الانطلاق المثير ومع المركز الثالث المركز الثالث نتابع نتابع شواهين لعلي بن ربيع بن صالح الجابر المري ننطلق مع المركز الرابع كي أرى الظفرة لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري من يتابع تقدم الظفرة مع المركز الرابع ومع المركز الخامس أرى هني الشادن بشعار أيضا عبيد بن محمد بن ذويب العامري والقدوم القدوم للرباعة تتسلل بهذا الانطلاق ثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي ومن الجانب الآخر أيضا نتابع من حافة لعبد الله بخلوام بن بخيت المزروع واللحظات اللحظات الأخيرة لمجريات هذا الشهوط جمايل جمايل قادة المجموعة تجملت بهذا الانطلاق المثير بهذا العرض المتميز محمد بن حمد بن فطيس المري من يقدم جمايل ولكن أرى شواهين مع المركز الثاني علي بن ربيع بن صالح الجابر المري الثنتين ابتعدن 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 عن بقية المراكز بانطلاق جمايل شواهين تحاول اللحظات الأخيرة تنطلق جمايل بناموسي هذا الشهوط واللحظات اللحظات الأخيرة نتابع نتابع أيضا الانطلاق مع المركز الثالث الشايبة لكاسب بن سالم بكاسب المسافري والتقدم أيضا لمنحافل عبدالله بخلفان بن بخيت المزروعي وجمايل من تنطلق بناموسي هذا الشهوط بالضيف النقطة الثانية لهذا الشعار شواهين تحاول جمايل صامد جمايل صامد تهانين تهانين لمحمد بن حمد بن فطيس المري والنقطة الثانية في هذا الصباح المركز الثاني شواهين علي بن ربيع بن صالح المري المركز الثالث تاتي أيضا من حافل عبدالله بن خلفان المزروعي المركز الرابع لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري المركز الخامس الشايبة كاسب بن صالح بن كاسب المسافري من قدم الشايبة مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشهوط نعود مع التوقيت الزمني هذه لحظات وصول جمايل مشاهدينا متابعين الكرام تسع دقائق ثمانية وثلاثين ثانية تسعة أجزاء من الثانية تهانين لمحمد بن حمد بن فطيس المري والنقطة الثانية في صباح هذا اليوم مع هذا الانطلاق اللي قدمتها جمايل شواهين تصل مع المركز الثاني تسع دقائق تسعة وثلاثين ثانية ست أجزاء من الثانية تهانين لعلي بن ربيع بن صالح الجابر المري مع هذا الانطلاق بينما اللي وصلت مع المركز الثالث تاتي من حاف مع المركز الثالث ولحظات وصولها إلى خط النهاية توقيت زمني مقدارة تسع دقائق خمسة واربعين ثانية ست أجزاء من الثانية تهانين لمالك من حاف عبدالله بخلفان بن بخيط المزروعي تهانين للجميع والنموس مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل نجدد لكم مع التحية في انطراقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا